قال الرئيس الاجتماعي كبار المسؤولين لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي أببيك لعام 2020 إن ماليزيا تحث على إنشاء منصة رقمية لتبادل المعلومات حول فيروس كورونا المستجد باسم كوفيد-19 أببيك مباشر بين 21 دولة من أعضاء المنتدى وأكد المسؤول الماليزي في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الافتراضي الثاني لكبار المسؤولين وأوردتها الوكالة الأنباء الماليزية أهمية التوصل بشكل جماعي إلى اتفاق على هذا الاقتراح وضمان أن تكون المنصة الرقمية جاهزة قبل اجتماع القادة الاقتصاديين لمنظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لافتا إلى أن المنصة تهدف إلى التركيز على تدخلات السياسات والتدابير والبراميج والمبادرات التي اعتمدتها الدول الأعضاء في أببيك لمعالجة الأزمة الصحية وأوضح أنه بإضافة إلى هذه المنصة هناك وثائق ختامية تم تضمنها في جدول الأعمال بما فيها إنشاء صندوق فرعي لمساعدة منتدى أببيك في التعامل مع الوباء والعمل نحو التعافي الاقتصادي نادية الأحمر إمفاندكات كواللانبور ترجمة نانسي قنقر